ايه زيكم اجمل اصدقاء? هنعمل مع بعضة بقى النهاردة الخطير ده الاعياد وممكن نعمله برضو مش في الاعياد يعني طعمه جميل جدا ولو جربته مرة مش هتبطله وتعملوه يعني هتعملوه على طول اه وفي كل المنسبات جميل جدا ينفع في الافراح اه اه حاجة العروسة جميل جدا هيعجبكو جدا. اه استخدمت هنا اه مكنة البيتيفور زي ما انتم شايفين الاشكال بتاعتها جميلة جدا مطلعة اشكال حلوة ومظبوطة. اللي ما عندهش مكنة برضو استخدمت هنا زي اللي انتم شايفينها اللي فيها الكريس دي برضو. اه القمعة ممكن نستخدم القمعة بكيس الحلواني او من غير اه كيس الحلواني يعني سهل خالص مش ضروري نعقد المواضيع. وبنقول لها اصلا لما عنديش مكنة عادي خالص ممكن نعمله يعني وسهل وبسيط ومش بياخد وقت ومقديره اه بسيطة خالص وموجودة عندنا في البيت. عندنا المقدير هنا اه هقولها بالجرامات اه بالكبيات. عندنا اه كبيتين من الزبدة. عاملين تلتمية وعشرين جرام. وكوب سكر لكون ناعم. عامل مية وتلاتين جرام. طبعا هكتب لكم كل المقدير في صندوق الوصف. هضرب حلو قوي الزبدة مع السكر لغاية ما تبقى كريمي كده. اه لو ما فيش مضرب كهرابي ممكن نستخدم المضرب اليدوي. بس المضرب اليدوي هناخد وقت شوية في الضرب. بحاول هنا اه اخد الاطراف اه انزل الاطراف علشان تتضرب معاهم. اه بضيف بعد كده اه تلاتة صفار بيت. ومعلقة من الفانيليا. اه تكون سايلة. اه ربع معلقة من الفانيليا اللي هي البودر دي. اللي هي بتبقى من غير سكر. لو بسكر ممكن نحط كسين. اللي هي بتبقى فيها سكر دي. لكن اللي هي بتبقى اه خام. الفانيليا الخام. ممكن اه نضيف اه ربع معلقة. بضيف البيض اه واحدة واحدة كده. احنا هنقول تاني تلاتة صفار بيت وبيض بيضة واحدة. اه ما بنقطرش البيض عشان البتيفور يكون عندنا اه ناعم. لو قطرنا البيض مش هيبقى ناعم معانا. فاحنا بناخد اه تلاتة صفار بيت وبيض بيضة واحدة. هنجهز بعد كده ادي. اه اخد مني تلاتة ونص دي. بس احنا هنبتدي بتلات كبيات بس. اه عاملين ربعمية اه جرام. وبضيف عليه رشة من الملح ومعلقة صغيرة من بودر بس ممسوحة. مش مليانة اوي. برضو عشان ما ينفيش معانا اوي. ببتدي بقى اعجن حبة بحبة. ما بضيفش الا دقيق مرة واحدة لان بيختلف دقيق من دقيق في اه ابتصاصه السوية. قبل ما عندي ياخد كل كمية الدقيق يكون لسه طري كده. اه بقسمهم لقسمين عشان العجينة تستقبل الكاكاو. ضفت معلقتين نص عليهم نص الكمية ضفت عليهم معلقتين من الكاكاو الخام. اه معلقتين كبار. انا ما وزنتهمش يعني بس بالتقريب يعني معلقتين كبار يعني. اه لغاية ما تكون برضو احس انها نعمل. لو ما حستش انها اه لو حست انها لسه طرية ممكن نزود شوية دقيق كمان. هنا برضو زودت دقيق برضو لان هي ما كانتش اخدت كل كمية الدقيق. ببتدي ازودها. بس ما بنشفش العجينة قوي. هتشوفوا العجينة شكلها ايه برضو? عشان تاخدوا لبالكم من العجينة. ما تنشفش معاكم. عشان تبقى سهلة عندكم في المكنة. ما تبقاش نشفة جوة المكنة. اه بشوفها كده طرية. مش بتشقق. لو بتشقق يبقى هنزود شوية اه زبدة كمان. يبقى كده هي نشفت مننا. لكن هي كده عندي اه حلوة ومظبوطة. حطتها في التلاجة تريح لمدة ربع ساعة. ببتدي بقى اقسم عندي اه لو هعمل الجزء اللي هو بيبقى فيه النص شوكولاتة. بفرد جزء كده من الابيض. وبعدين اه ببرم اه اه جزء في الشوكولاتة واحطه في النص كده زي ما انتم شايفين. وببتدي بقى في المكنة ده لو انا هستخدم المكنة. ببتدي بقى احط عندي هنا في المكنة وبختار بقى الاشكال اللي انا اه عايزاها. المكنة هتلاقي كل الاشكال موجودة فيها. اه ممكن تعملوا اه اشكال متنوعة. اخلي بالي بقى وانا بعمل بالمكنة. اه ما تبقاش اه تخينة قوي يعني. مضغطش جامد قوي برضو. استخدمت كمان الامع زي ما انتم شايفينه كده. سهل برضو الامع. واشكاله حلوة برضو مش وحشة يعني. بس انا عشان عندي المكنة فاستخدمت الاتنين. بدخلوا بقى في الفرن على درجة حرارة اه مية وتمانين. لغاية ما اه يدي لون كده اه دهبي كده. وعندي استوى بقى جميل جدا. وبعد كده بقى اه لو حبينا نزود عندي الكريز. ممكن اه نزود كريز. ممكن نحط شوكالاتة. ممكن نلزق اه جزئين او اتنين بتيفورة مع بعض. وبعد كده بقى بفرقوا كده. اه شوفوا طالع جميل جدا وخطير. ولزيز. كل الاشكال جميلة جدا. وطعمه جميل جدا. لو عجبكم بقى الفيديو. تنسوش الاشتراك في القناة. ولايك والشير. ويا ريت تشرفوني على صفحة اه كوكينج وزهاي دي. واتمنى ان انتم تعملولي لايك وكمنت لان ده بيرفع الفيديو والناس تشوفوا اكتر. باي باي. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.